المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة شلف يسرع لك الشغل أكثر فإذا بنحط الهيستري هني الهيستري هذي بنحطها هني بالشلف هذا تصير مثل بطن عندنا نقدر نضغط control مع shift ضل ضغطين control مع shift ونروح edit نقول لها delete by type ونضغط هيستري رح نشوفها انشيل ايدنا خلاص رح نشوف الهيستري هني موجودة حين لو نلاحظ فيه هيستري هني على الابجكت هذا فيه هستري إذا ضغطنا طق وحده خلاص راح الهيستري انشال الهيستري ما لا احين هذا الهيستري في بعض المرات يصير انك انت البوفيت ما يصير center وايض إذا بالمودلينج راح تشوف وانت قاعد تسوي مودلينج للبوفيت مو بالسنتر فأنت تبيب السنتر عشان تلف عشان تحكم فيه ففيه طريقة انك انت تحط البوفيت هذا بالسنتر فيه اللي هي موديفاي اسمها center بوفيت هذه فهذه هم تحتاجها كثير حق المودلينج تقدر نفس الطريقة تحطها هني عندك بالشرف نضغط control مع shift نظر ضاقتين لو نلاحظوا الحين البوفيت صير على جنب نروح نقول للمودلينج center بوفيت راح نشوفها صارت عندنا هني طقطة وحدة راح نشوف انه البوفيت صار بالنص نفس الشي الفريز فريز ترانسفورن هني عندنا لو نلاحظ حق الانيميشن مرات تحتاج ان هذين يصورون أصفار في بعضهم شي سوون يسوون group حق هذي فيصير أصفار بس اهم لها طريقة ثانية هذي بس الحين الابجكت هذا تبي تسوي له freeze نفس الطريقة هني modify freeze transformation هذي هم تحتاجها كثير ممكن تحطها هني بالشرف عندك نضغط قلنا control مع shift نروح modify ونقول له freeze طقه واحده يت هني الحين نضغط ضغطه نشوفه الحين صار الابجكت هني أصفار وهكذا تقدر تحط مثلا نبي extrude extrude وايد نحتاجه مثلا رايت click face نبي نسوي extrude حق هالشكل هذا بدالنا نروح هني على bulligan ونقول لهذه extrude اوكي نبيها لأ هني تكون عندنا بالشلف مالنا بصندوق العدة خلسسمي اوكي نقدر نروح نقول له هني اول شي عشان نيب نحطها هني احيا وين موجودة موجودة من ألف ctrl مع shift نروح debt mesh ونضغط extrude اطلب رح نشوف هاية تهني الحين مجرد ما نضغط تقطة واحدة رح نشوف extrude صار رح نشوف تقطة ثانية extrude ثاني نقدر نتغط G عشان يعطيك اخر حركة يكرر لك اخر حركة سويتها وهكذا مثلاً عندنا الحين Edge اتخذنا Edge نضغط Extrude راح يسوينا Extrude حق الـ Edge وهكذا تقدر تحط أي أوامر هنا بالضغط على Ctrl يعني خلشوف شنو بعدنا بنحط مثلاً شغلة أخيرة مثلاً نحتاج اللوب هذه نبي نسوي لوب مثلاً عندنا نسوي كيوب مثلاً نبي بننص هنا خط لوب عليه فدرحنا الحين على التست نبي نحطها هنا للأداة هذه و نستعملها خاصة بالمودلينج فموجودة هنا هي بالـ Edit Mesh إذا نقوم بإطلاق الضغط على ما نضغط الـ Ctrl مع Shift و نستعمل لـ Edit Mesh و ننضغط الـ Lube و نضغط الـ Lube و نقوم بإطلاق الضغط و نضغط الـ Edge نضغط المطقة بالإطلاق الضغط و نقوم بإطلاق الضغط هنا نفس الشي نقدر نحضلوك الحين إذا رغطنا خدنا الفيسيس خدنا الفيسي اللي فوق قلنا لأكسترود بسوالنا أكسترود هنا هنا قلنا لأكسترود بسوالنا أكسترود يسرع العمل أكثر بدلا تروح نية وتقولها يعني سالفة فهذه الطريقة وايدة تسرع العمل مثلا عندنا ميرج فيرتكس ميرج فيرتكس نفس الطريقة ستحتاجها كثير نحن نعمل ميرج حق هذه الفيرتكس ثلاثين نفس الطريقة ميرج فيرتكس وين موجودة نشوفها وين موجودة كاهي ميرج ميرج تصلح كل شي طبعا راح نحطها هني بالشلف مالنا نفس الشي نضغط كنترول مع شفت قد تمش ونقول لها ميرج ضق واحدة سوالنا ياه نحين ضغطنا سوالنا ميرج بين ميرج فيرتكس هذي الشلف تقدر تحط عليه كل الأدوات أو الأوامر اللي انت تحتاجها قد طبعا كنت افضل افضل نحن نعم كنت افضل افضل ابراك افضل 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 اشتركوا في القناة